السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في مادة اللغة العربية للمستوى التالي ابتدائي مكون التطبيقات الكتابية للصفحة رقم 74 إذن سوف نجيب عن التمارين الموجودة في هذه الصفحة إذن التمارين الأول أضع الأفعال في مكانها المناسب إذن الأفعال التي لدينا هي يحضراني تساهماني تشاركاني تزين نحافظ إذن نقرأ وفي ذات الوقت نقوم بملء الفراغات إذن قالت زينب أنتما إذن أنتما المثنى نحتاج إلى تساهماني إذن نضع تساهماني بقميص في مكتبة الفصل وعلي وإذر يحضراني إذن نضع يحضراني صورا ثم نضع هنا نزين بها حجرة الدرس وكنزة وإط تشاركاني إذن نضع هنا تشاركاني بأغلفة نحافظ إذن نضع هنا نحافظ بها على بعض الكتب أما أنا فقد أعددت لائحة بعناوين الكتب التي تشتمل عليها مكتبتنا إذن هذه هي الفقرة إذن قمنا بملء الفراغات ووضعنا كل كلمة في المكان الفارغ الذي يناسبها ننتقل الآن إلى تانيا أطلب من عبد الله وعثمان أن ينخرط في نادي كرة السلة بالمدرسة كما في المثال إذن لاحظ المثال الذي لدينا حمزة أرجوك انخرط في نادي كرة السلة إذن هنا فع الأمر أنا آمره وأطلب منه في ذات الوقت أن ينخرط في نادي كرة السلة إذن الجملة الموالية لدينا عبد الله وعثمان إذن مثنى أي أنتما عبد الله وعثمان أرجوكما ماذا نقول نقول انخرط في نادي كرة السلة إذن انخرط في نادي كرة السلة إذن هذا هو الجواب الذي نضعه من نسبة لهذا التمرين تمرين رقم 2 الآن ثالثا أكتب الفعل المناسبة قبل الجملة ثم أغير حركات ما كتب بالأحمر إذن لدينا هنا في الأعلى أربعة أفعال صارت بات ليس ظلت إذن هذه هي التي سوف نستخدمها سوف نستخدم هذه الأفعال إذن لدينا الكذب نافع الكذب نافع لاحظوا نافع هناك حرف الأخير حرف العين مكتوب باللون الأحمر إذن سوف نجيب سوف نقول سوف نضع ليس الكذب نافع إذن حركة الحرف الأخير تغيرت وأصبحت فيها فتحتين بدل الضمتين إذن ليس الكذب نافعا هذه الجملة الأولى الجملة الثانية لدينا المريض متألم إذن لدينا ضمتين فوق حرف مم إذن عندما نقول بالتحويل سوف تصبح بات إذن نضع بات المريض متألما إذن ماذا فعلنا هنا وضعنا فتحتين إذن فتحتين فوق حرف الميم وأصبحت بات المريض متألما الآن لدينا السماء غائمة إذن لدينا ضمتين فوق حرف ت غائمة أن نضع صارتي إذن صارت السماء غائمة إذن لاحظوا غائمة نضع فتحتين إذن نستبدل الضمتين بالفتحتين عندما نقوم بإدخال هذه الأفعال وقد أصبحت صارت السماء غائمة وقد أصبحت صارت السماء غائمة الآن وصلنا إلى التمرين رقم أربعة أكتبوا كل كلمة في الفراغ المناسب إذن لدينا تعرض وأعرض إذن كلمتين باللون الأخطر نقوم بوضعهما في الفراغ المناسب أو في المكان المناسب إذن نبدأ بالكلمة الأولى الكلمة الأولى التي نضعها هي تعرض إذن نضع تعرض الهادي إلى حادث وعرض نفسه على الطبي إذن هنا نضع عرض إذن الكلمة الأولى التي نستخدمها هي تعرض والكلمة الثانية هي عرض فتصبح الجملة تعرض الهادي إلى حادث وعرض نفسه على الطبيب هذه هي الجملة التي نحصل عليها ننتقل إلى الكلمتين المواليتين لدينا عمل و استعمال إذن نقرأ ونملأ نملأ الفراغات إذن نضع هنا إذن نضع هنا استعمال الدواء وعملأ بنصائح الطبيب إذن نضع استعماله في البداية ونضع عاملأ إذن في الجملة أو في منتصف الجملة فتصبح استعمال الدواء وعملأ بنصائح الطبيب الآن وصلنا إلى آخر تمريد تمريد رقم 5 أحاكي الأسلوب الآتي إذن الأسلوب الذي لدينا لولا المتبرعون بالدم لما كان الهادي حيا إذن هذه هي الجملة التي لدينا فيها لولا ولماء إذن نستخدم لولا ولماء ونملأ الفراغ إذن نقول كجواب لولا تعاون التلاميذ لما أصبح القسم جميلا إذن استخدمنا تعاون التلاميذ وأصبح القسم جميل واحتفظنا بالكلمات التي كتبت باللون الأخضر فحصلنا على هذه الجملة التي هي لولا تعاون التلاميذ لما أصبح القسم جميل يمكنكم أنتم أيضا أن تقوموا بمحاكاة هذا الأسلوب كما تعلمنا في الحصص السابق الآن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أترككم في أمان الله وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر